وإلى منطقة الباحة حيث تشهد هذه الأيام أجواء جميلة بعد الأمطار التي هطلت مؤخرا وللمنزيد ينضم معنا من هناك مراسل أخبار السعودية زميرنا أحمد البرتاوي بداية المساء الخير أحمد نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لأخبار السعودية لهذا اليوم أطلعنا والساد المشاهدين على أجواء المنطقة لديك وكذلك أبرز الأنشطة والفعاليات التي تقام خلال العطلة الأسقعية تفضل أهلا وسهلا مساء الخير مساء الأجواء الرائعة التي نعيشها هنا في داخل مدينة الباحة يعني اليوم أنا أتحدث إليك وأنا في أحد أكبر المنتزات هنا في منطقة الباحة وتحديدا في منتزه رغدان وسط هذه الأجواء الرائعة درجة الحرارة تقريبا 24 درجة مئوية الجو غائم إلى غائم جزئيا الآن ما شاء الله وأنا أتحدث معك أصوات الرعد ما شاء الله تباشير خير بإذن الله بهطول المطر أتحدث عن هذا المنتزه الرائع وخصوصا أننا نحن في إجازة منتصف الأسبوع وخصوصا أيضا في إجازة المطولة التي يعيشونها الطلاب هنا توافد كبير من مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بهذه الأجواء أيضا هناك تجربة رائعة جدا في داخل منتزه رغدان كما تشاهد خلفي هناك تحديث كامل لهذا المنتزه وإعادة أيضا هيكلة للمنطقة المركزية تحديدا في غابة رغدان ليستمتع الجميع هناك أيضا يعني إقفال لي أيضا كان هنا ممر للسيارات تم إقفاله ليستمتع الجميع بالمشي أيضا هناك تحديث كامل لهذا المنتزه ليعيش فعلا الزائر المتواجد في هذا المكان ويستمتع أيضا بتجربة المشي ما بين الأشجار وبصحبة كذلك أيضا شلال المياه لا زالت فقط يعني لم يكتمل هذا المشروع بشكل كامل وإنما أصبح متاح أيضا للزوار للاستمتاع بهذا في ظل أيضا إجراء التحسينات والوصول إلى أيضا المنتج النهائي لهذا المنتزه الرائع أيضا الجدير بالذكر أن سمو الأمير يعني سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسان بن سعود أطلق في بداية هذا الأسبوع مشاريع نوعية بالتزامن أيضا مع فصل الصيف بلغ إجمالي هذه المشاريع قرابة 170 مليون ريال تنوعت هذه المشاريع ما بين منتزهات جديدة وما بين أيضا تطوير بعض المنتزهات أيضا هناك الحديقة المركزية في محافظة المخوى وأيضا عدد من المشاريع في أكثر من محافظة وأيضا هذا المشروع تحديدا هو مشروع تطوير المنطقة المركزية في غابة رغدان الجميع فعلا هنا يأتي ليستمتع بهذه الأجواء الرائعة يعني الآن بعد صلاة العصر أصبح جو فعلا غائم الفرصة أيضا مهيئة لسقوط الأمطار خلينا برضو يعني نشارككم أيضا بتواجد بعض الزوار هنا في داخل هذا المنتزه في البداية أهلا وسهلا بك وسعيد بتواجدك معي ومساءك مبهج خلينا نتكلم في البداية تعرف بنفسك ومن فين جاي هنا للباحة أهلا وسهلا بكم الله يحييكم في منطقة الباحة وأنا أخوكم علي موسى محزري من منطقة جيزان وجينا نستمتع بالأجواء الحلوة في منتزهر غدان جميل كيف شفت الأجواء الرائعة وأيضا المنتزهات هنا في داخل مدينة الباحة الحمد لله يعني أولت الحكومة الشيء الكبير في المنتزهات والحداق العامة وفي ظل أميرنا الحسام يعني منتزهر الرغدان الآن ما شاء الله يحظى بكثير من الاهتمام وأيضا يعني زي ما ترون التحديثات الآن ما شاء الله والشلال الجديد والأشياء الجديدة كلها في خدمة المصطافيين والزوار في منطقة الباحة وبالذات رغدان توجه الدعوة برضو لكل من يشاهدون الآن نعم اللي يستمتع بهذه أو التجربة يعني ليست محفزة لا بالعكس والله أنا أنصح الجميع بالزيارة بالذات منتزهر غدان وأيضا منتزهر الأمير مشاري وأيضا في بعض المنتزهات والحدائق الكبيرة في الباحة فأنصح الجميع بيكفي الجو هذا الجو جميل جدا يعني ما شاء الله غائم من أمس وأمطار والله الحمد والخدمات موجودة متوفرة الحمد لله الكفيات والمطاعم والمساجد والجميع الأشياء لخدمة المصطافي الزوار جميل أتمنى لك إن شاء الله قضاء أجمل وقت شكرا جزيلك شكرا الله يعطيك العافية ما شاء الله يعني ممكن ما أعرف ذا الكاميرا يعني والصوت يلتقط هذا صوت الرعد الآن ما شاء الله ونسأل الله عز وجل أن يديم يعني هذا الجمال وهذا البهاء ونوجه الدعوة أيضا من خلال الشاشة لكل من يشاهدون للقدوم إلى أيضا منتزه رغدان أو أيضا منتزه الحسام أو المنتزهات المعدة هنا في داخل مدينة الباحة للاستمتاع بجمال المكان وأيضا كرم إنسان الباحة الجميل نعم زميلي أحمد البرتاوي شكرا جزيلا لك مراسلنا من الباحة كنت معنا شكرا جزيلا لك أحمد